موسيقى الحادية عشر من رمضان في الحادية عشر من رمضان من عام 2011 أصدر المغرب البيان الأول من نوعه والذي أتى بعد التحرك السعودي والخليجي من الأزمة بين القيادة السورية والشعب جاء في البيان أن المملكة التي تتميز بموقفها المعهود من عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى تدعو مجموع الأطراف المعنية إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس والانخراط في حوار معمق وشامل لصالح وحدة واستقرار وأمن هذا البلد الشقيق وأكد بيان وزارة الخارجية أن المملكة المغربية تعرب عن أملها الصادق في أن يتمكن الشعب السوري الشقيق من إيجاد السبيل الملموس وذي المصداقية الذي يستجيب لتطلعاته المشروعات في الديمقراطية وطموحاته الطبيعية للتقدم بعيداً عن أي لجوء مفرط للعنف أو القامع في الحدي عشر من رمضان من العام نفسه قامت الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير وبالتضامن مع كافة ناشطها وكل القوى السياسية بالإسكندرية بعمل وقفة احتجاجية عقب صلة الترويح أمام قلعة قايت باي وذلك للإعلان عن تضغمونها الكامل مع الشعب السوري في المطالبة بحقوقه المشروعة والتنديد بما يتعرض له من ممارسات قمعية ووحشية من نظام بشار المستأسد على شعبه وطلبت الحملة وزارة الخارجية المصرية ورئيس مجلس وزراء مصر باتخاذ موقف أكثر وضوحاً للوقوف بجانب الشعب السوري الشقيق كما نعت الحملة جميع شهداء الحرية الذين يسطرون حرية وطنهم ودعت الله أن يحتسبهم شهداء عنده في الحادي عشر من رمضان من العام نفسه قتل خمسة مدنيين على الأقل واصب عشرة آخرون في عمليات جديدة للقوات السورية على الرغم من الاحتجاجات الدولية وغادة التقرير في الأمم المتحدة تحدث عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ويبدو أن العقوبة الأمريكية الجديدة وزيارتين مبعوث تركيا ووفد يضم ثلاثة دول تشغل مقاعد غير دائمة في مجلس الأمن الدولي لم تقنع نظام بشار الأسد في التراجع عن تصميمه على قمع الحركة الاحتجاجية وإن كان أقر بوقوع أخطاء لكن الناشطين المطالبين بالحرية مصممون أيضاً على مواصلة تحركاتهم بعد خمسة أشهر على بدء الاحتجاج وقد دعوا على صفحتهم على فيسبوك إلى تظاهرات حاشدة الجمعة تحت شعار لن نركع إلا لله نفوس أباه لن تركع للطغى وأضافوا أن كل يوم هو يوم جمعة في رمضان في الحادية عشر من رمضان عام 2012 أقدمت ميليشيات بشار الأسد على ارتكاب مجزرة جديدة بحق عناصر من الجيش السوري الحر والمدنيين في بلدة الشيخ مسكين في محافظة درعة ما تسبب في مقتل العشرة حرقاً وذبحاً وقال الشهد عيان إنه منذ ساعات الصباح الأولى تم تطويق منطقة الشيخ مسكين بالمدرعات وقابت أكثر من خمسين مدرعة وألية عسكرية باقتحامها وقصف مقرات الجيش السوري الحر فيها وقد سقط إثر القصف ثلاثة وثلاثون شهيداً من الجيش الحر وأكثر من مائة جريح بينهم مدنيون مشيرنا إلى أنه تم قتل أفراد الجيش الحر من خلال النحر والحرق وذلك بعد أن تمت محاصرتهم في مدرسة تم إحراقها بالإضافة إلى تدمير نحو خمسة منازل المدنيين وإحراق ثلاثة أخرى وفي المقابل تمكن الجيش السوري الحر من قتل خمسين شبيحاً وإحراق مدرعة تابعة لنظام الأسد والسيطرة على ثلاث مدرعات أخرى وقد وجه أهالي الشيخ مسكين دعوات للتدخل لدعم عناصر الجيش في حربهم مع قوات النظام السوري وذلك بعد أن تم فرض حظر التجوال بالشيخ مسكين لأن قناصة النظام كانوا قد اعتلوا أسطح الأبنية وأخذوا يطلقون الرصاصة على أي شيء يتحرك أمامهم في الحدي عشر من رمضان من العام نفسه تمت عملية انتشار للقوات الأمريكية على الحدود الأيدنية وذلك بالتزامن مع انتشارها مع الجيش الصغيوني في الجولان وكذلك الأمر على الحدود التركية ويبدو أن هذا الانتشار للقوات هو ما قصدته وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في حديثها عن الهجوم الكبير والشامل في عملية الساعة الصفر لخنق العاصمة السورية دمشق والسيطرة على الأسلحة الكيموية والصاروخية السورية ليتسنى لقوات أجنبية البدء بالدخول إلى سوريا من عدة محاور دون أن تستطيع سوريا إشعال المنطقة وقد صرح رئيس الوزراء الأردني قبل الهجوم على جنوب دمشق وفي تعقيبها على إعادة انتشار قوات أردنية على الحدود السورية وحشد الجيش الأردني على حدود سوريا إن الحوار لا ينفع مع الأزمة السورية وكل الخيارات مفتوحة ولكن بعد تطهير جنوب دمشق وقال همنا حماية الأردن فقط من الفوضى في سوريا في الحدي عشر من رمضان من العام نفسه استقال خالد الأيوبي أعلى دبلوماسيا سوريا في لندن من منصبه وذلك احتجاجا على العنف الذي يتصد به النظام السوري لانتفاضة شعبه متسببا في سقوط الآلاف من القتلى ونزح عشرات الآلاف خارج سوريا ليصبح بذلك رابع دبلوماسيا سوريا يتخلى عن النظام وقد أعلن الأيوبي أنه لم يعد يرغب في تمثيل نظام ارتكب مثل هذه الأعمال القمعية والعنيفة ضد شعبه ولذا فإنه لن يتمكن من الاستمرار في منصبه ومع استقالة الأيوبي القائم بالأعمال السورية في بريطانيا يرتفع عدد الدبلوماسيين المشقين عن نظام الرئيس السوري بشار الأسد إلى أربعة وهم عبداللطيف الدباغ سفير سوريا السابق لدى الإمارات ونواف الفارس السفير السوري السابق لدى العراق ولمياء الحريري القائمة بالأعمال السورية في قبرص وتتزايد أعداد المشقين عن النظام السوري مع تصعيده لحملات عسكرية أطلقها بمواجهة انتفاضة شعبية تنادي بالتغيير بدأت سلمية ثم تحولت لأعمال عنف وحرب أهلية في الحادي عشر من رمضان من العام نفسه أعلن وزير الهجرة والمهجرين العراقي دين دار نجمان دوسكي عودة 12 ألف عراقية من سوريا فيما أكد أنه سيتم إعطاء الأسبقية للذين عادوا بعد العشرين من حزيران يونيو الماضي من حيث صرف منحة لهم بقيمة أربعة ملايين دينار وقال دوسكي إنه أمر بتسليم المنحة في مراكز العودة وبشكل مباشر للعراقيين العائدين من سوريا بعد تأزم الأوضاع هناك لفتاً أيضاً إلى أنه وجه بتزويد العائدين بكتب التأييد للوزارات وتسهيل عودة الطلبة للمدارس والكليات والجامعات وتسهيل عودة الموظفين الذين تتركوا وظائفهم واعتبار فترة انقطاعهم إجازة من دونيراتب وكانت الحكومة العراقية قد قررت في وقت سابق بناء مخيمات في منفذي ربيع والقائم لاستقبال اللاجئين السوريين الذين هربوا من الأحداث التي تشهدها بلادهم فيما خصصت خمسين مليار دينار لإغاذتهم ومساعدة العراقيين العائدين بدورهم من سوريا في الحدي عشر من رمضان من عام 2012 اتهمت النيابة الفيدرالية الألمانية عنصرا محتملا في أجهزة الاستخبارات السورية بتهمة التجسس طيلة قرابة عام على المعارضة السورية في ألمانيا وحسب نيابة الفيدرالية فإن سامر سين 37 عاما قام بأنشطة تجسس لحساب الاستخبارات السورية بين مارس آذار 2011 وفبراير شباط 2012 وأوضح بيان للنيابة الفيدرالية المختصة في مجال التجسس والإرهاب أن سامر كان مكلفا بالتقاط صور لعناصر في المعارضة السورية في برلين وقد ترك المشتبه به حر التنقل ولم يتم اعتقاله في حين أن منزله خضع للتفتيش وذلك بعد اعتقال عنصرين محتملين في الاستخبارات السورية في في فبراير شباط 2012 وقد حاكمت محكمة في برلين على أحد العنصرين في الاستخبارات السورية الذين اعتقل ويدعى أكرم باستجن ثلاثة أعوام بتهمة التجسس في الحادية عشر من رمضان من العام نفسه أعلنت مجموعة كتائب تابعة للجيش السوري الحر عن بدء معركة الهجوم على الفوج 121 مدفعية التابع للفرقة 17 والموجود في قرية الميلبية جنوب الحسكة والتي تبعد عشر كيلومتر على طريق الحسكة وقد قامت قوة وحدات الحماية الشعبية الموالية للنظام بشن حملة دهما واعتقالات في بلدة معبد بريف الحسكة طالت مدنيا حيث أجبرت كل شخص ملتحن على توقيع تعهد بعدم دخول البلدة نهائيا في الحادية عشر من رمضان من العام نفسه وفي بيان صادر عن المجلس العسكري في دمشق وريفها التابع للجيش الحر أعلن فيه مقاتل لواء درع العاصمة في حرست بريف دمشق تبنيهم لعملية قصف للسفارة الروسية في حي المزرعة وسط العاصمة بالإضافة إلى قصف فرع للتحقيق تابع للأمن السياسي وهو جهاز للاستخبارات الداخلية يتبع لنظام السوري واقع من القرب من السفارة وذلك بخمسة صواريخ كاتيوشا من طراز 107 المصنع محليا ولم يذكر البيان فيما إذا حققت الصواريخ التي أطلقها الجيش الحر إصابات مباشرة في السفارة أو في الفرع الأمني المستهدف إلا أن الجيش الحر أرفق بالبيان مقاطع فيديو تظهر مقاتلين يطلقون عدد من الصواريخ بذجاهة غير معلومة وقد أكد البيان أن الاستهداف هو رسالة تحذيرية لروسيا لكفي يدها عن دعم نظام بشار الأسد ومشاركته في قتل الشعب السوري والأطفال منذ اندلاع الثورة السورية في مارس 2011 ويأتي ذلك القصف في إطالة اتهام المعارضة السورية لروسيا بدعم نظام السوري ماديا وعسكريا بإرسالها الأسلحة والذخائر لقواته وكذلك سياسيا باستخدامها حقا نقض الفيتو في مجلس الأمن حيال كل مشروع قرارا يدين جرائم النظام السوري أو يجيز استخدام القوات ضده كما تمتلك روسيا قاعدة عسكرية في مدينة طرطوس الساحلية غرب سوريا تدعم بها النظام السوري ترجمة نانسي قنقر